هذا ويتميز برنامج تكامل بترسيخ مسار الشراكات المثمرة والعلاقات البحرينية السعودية العميقة ليمثل الخطوة المباركة بشأن معاملة المنتجات المصنعة في البلدين بالمثل وفتح أفاق جديد للفرص التجارية والاستثمارية لخلق قاعدة متينة وشاملة لبلوق تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد تتنامى وتتطور بفضل الرؤى الملكية السامية والنهج الحكيم لقيادتي البلدين الشقيقين جاء برنامج القيمة المحلية في الصناعة تكامل الذي انبثق من ضمن مخرجات المجلس التنسيقي السعودي البحريني ليهدف في المقام الأول إلى معاملات المنتجات البحرينية على أنها سعودية في المشتريات الحكومية المحلية في المملكة العربية السعودية كما يمكن للشركات والمنشآت السعودية وفقا للشروط والمعايير المعمول بها من إدراج منتجاتها في برنامج تكامل البحريني في المشتريات الحكومية المحلية طبعا بموجب مبادرة التكامل ستتمكن المنشآت الصناعية السعودية من التقدم لهذه المبادرة والاستفادة من أفضلية بنسبة 10% في المشتريات الحكومية المستقبلية في مملكة البحرين وفي المقابل المشآت البحرينية اليوم تقدر تشارك في المشتريات الحكومية المستقبلية السعودية والحصول على تفضيل سعري بنسبة 10% باعتبار المنتجات البحرينية منتجات وطنية سعودية وباعتبار المنتجات السعودية منتجات وطنية بحرينية ويشجع برنامج تكامل مؤسسات القطاع الخاص على زيادة الإنتاجية والإبداع والابتكار والقدرة على التنافسية وتمكنها من تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة طبعا بالنسبة حق معايير القبول مثل ما قلنا طبعا في بعض الشروط اللي موجودة للاستفادة من برنامج تكامل بحريني وهي بكل بساطة التقدم لأي أحد من المكاتب التدقيق المعتمدة لدى وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين للحصول على حسابات الانكونتري فاليو أو القيمة المحلية المضافة كل اللي على المصنع السعودي أو حتى المصنع البحريني أن يحمل هذه التقرير على موقعنا الإلكتروني وبالتالي راح تمراجعة هذا التقرير وأصدار شهادة تكامل الجذير بالذكر أيضا قمنا بتخصيص خط ساخن لهذه المبادرة واللي هو 17111303 اللي راح يساعد يساعد هذه المصانع أو يساعدنا للإجابة على استفسارات أي من المصنعين سواء السعوديين أو البحرينيين وتدعم هذه المبادرة الرائدة والمتميزة عن نمو الاقتصادي في المقام الأول من خلال تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الصناعية المحلية وزيادة كفاءة سلسلة التوريد ليكون البرنامج تتويجا للجهود المبذولة من البلدين لتعزيز الترابط الخليجي وسعيا لتحقيق الرؤى الاقتصادية من خلال تعدد الفرص التجارية والصناعية والاستثمارية بالبلدين الشقيقين وتعزيز قدرتها على تطبيع قوتها الاستثمارية لخلق اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة برنامج تكامل جاء ليحقق جميع الأهداف الاستراتيجية للقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في النادج المحلي الإجمالي بما ينسجم مع رؤى قيادة البلدين وفقا للمعايير والشرط طلع نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين